اشتركوا في القناة في الصفحة من جوه في الستيتيوس الخاصة بالنتورك اوفلاين زي ما حضراتكو شايفين كلمة اوفلاين طيب ايه اللي بيسبب المشكلة دي تعالوا نعرف مع بعض دلوقتي بس لو اول مرة تشوفنا ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو علشان يوصل لك كل جديد طبعا هي المشكلة دي بتقابل ناس كتير والمشكلة دي من اعدادات ال DVR بيكون ساحب IB من الروتر بيكون مكرر يعني بيكون اوفلاين لان بيكون في جهاز قبله واخد ال IP اللي موجود على الجهاز حاليا فعشان كده مدل حضرتك اوفلاين فتعالوا بقى نعرف ازاي نغير الاعدادات دي بطريقة سهلة وطبعا نفس المسميات اللي احنا هنقول لحضراتكم عليها هتمشي معايا على اي DVR هيكون في الصفحة اللي احنا هنوصل فيها مع بعض دلوقتي فانا شرحي هيكون على جهاز هيج فيجن فبالتالي اللي معايا جهاز هيج فيجن هيلاقي نفس الاعدادات ونفس المسميات موجودة قدامه لكن اللي ما معهوش جهاز هيج فيجن يمشي على نفس الاعدادات او المسميات اللي هقول لحضراتكم عليها طبعا اي حد بيقدر يوصل على الاعدادات على ال DVR وبعد ما هنخش على الاعدادات هنختار كلمة نيتورك بعد كده ممكن تلاقي معاك اختيار جنرال او ممكن اختيار بيزيك او حسب ال DVR اللي قدام حضراتكم المهم ان احنا عايزين نوصل للقايمة اللي حضراتكم شايفينها دي القايمة دي طبعا هيكون ال IP الخاص بالجهاز وال IP الخاص بالروتر عند حضراتكم ولو لقيت الخانات مش متحررة مش عارف تعمل زي ما انا عاملها كده هتلاقي كلمة enable DHC متعلم عليها او متحددة فبالتالي لما تشيل من عليها التحديد هتلاقي الخانات دي تحررت معاك وهتبدأ تغير ال IPات اللي هقول لحضرتك عليها طبعا احنا اتفقنا ان ال IP الخاص بالجهاز متكرر مع الروتر فاحنا كده خلاص هنخش على اول خانة اللي هي الخاصة بال IP الخاص بالجهاز هنغير الرقم اللي هو سحبه رقم 12 ده وطبعا الروتر بيكون متاح عليه من رقم واحد لحد رقم 255 لكن مش هناخد رقم واحد لان ده الخاص بالروتر هنكتب مثلا الرقم 100 زي ما حضراتكم شايفين كده وهننزل تحت هنا على الخانتين اللي مكتوب عليهم dns server هنكتب على الخانة الاولانية في القايمة دي هنكتب 488.8.8.8.8.8 يعني 8 والفاصل بينهم علامة الدوت او point اللي هي النقطة بس تحت وهننزل على الخانة اللي بعدها وهنكتب 8.8.4.4 يعني 8.8.4 واتفقنا ان الفاصل بيكون علامة الدوت بعد كده انزل اعمل كلمة apply او dos على كلمة apply ما تحددش كلمة enable dhc خلاص كده تمام وحضراتكم عدلت كل الايبهات ومتأكد ان الاي بي قدامك زي ما حضراتكم شايفين وده الاي بي الخاص بالروتر وده الاي بي الخاص بالجهاز وعلامة enable dhc احنا مش محددينها خالص بعد كده طبعا وفي عندك dns server طبعا الارقام اللي احنا لسه كتبينها مع بعض خلاص تمام كده انت كده متأكد ان الصفحة كده زي عند حضرتك بالزبط هتنزل هتدوس على كلمة apply زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده هنخش على كلمة status الخاصة بالشبكة هنشوف كلمة offline اللي كانت موجودة بقى الكلمة online يعني كده خلاص الجهاز بقى متصل على الشبكة وتقدر كمان تعمل b2b على اي موبايل ما فيش اي مشاكل بس مش اكتر ده كان الشرح بتاعنا النهاردة وحبيت اوصل لحضراتكم يعني الفكرة لان فعلا فيه ناس ما بتعرفش تعملها او فيه ناس بتقف قدام المشكلة دي وما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو وانتظرونا في كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته